مرحبا خواتي اليوم بنتعرف على الكريم الباكستاني هالكريم الباكستاني يمكن يكون في بعض الدول ما معروف لكن معروف وايد في سلطنة عمان معانا هنا في عمان هو كريم باكستاني لتفتيح البشرة ويشل بعد البقع ويشل السواد الموجود حول العيون يعني كريم للوجه يوحد لون البشرة هالكريم أخواتي اول شي افتح الكرتون بس عشان تشوفوا من داخل هو كريم باكستاني ايه معه هني الشامبو صغير ما ادريش حافين الشامبو مع الكريم وهذا الكريم هذي الورقة اللي تي معاه داخل في هني طريقة طبعا يقول لك هني الأشياء اللي يسويها الكريم يعني يحط بشرتك صافية ويشل يشل البقع ويشل التقاعد الموجودة في الواقه وهم بعد الدوائر السودية الموجودة على العيون هذي هذي وهني نفس الشي يقول لك انه ممتاز هذي كريم ويتكون من الأحشاب الطبيعية وموجود فيها بعد رائحة مضيفة يعني رائحة عطرية بس عامة هو كريم حلو يستعمل النساء هنا بعد طريقة الاستعمال يعني تغسلي الوايه ويكون نظيف تحطيه على الوايه نظيف وبعد نفس الشي هني يقول لك استخدمي صابونة صابونة التفتيح حمالة بس عشان في هناك يكون نتيجة فعالة أكثر ومثل ما قلنا اي كريم يجب تستخدمي معه صابونة التفتيح يا صابونة او صابونة ثانية هذي هالكريم نشوفه من داخل اصلا هذي الكريم كريم باكستاني هذي 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 نشوفه تحطيه على البشرة لحد ما تمتصه في البداية في البداية يوم تحطي اي كريم حطي منه خاصة لفترة الليل حطي منه ولا تكوني فيه بخيلة حطي منه كمية زينة يجب أن تنطص البشرة وبعد الصباح تغسلي طبعا تستخدمي صابونة تفتيح الريحة معتدلة ريحة أي كريمات باكستانية المتعود أو قرب الكريمات الباكستانية يعرف الريحة العطرية أو الريحة كريمات ممتاز كريمات ممتاز صورت الكنية عن تقربة هذا الكريم عن تقربة يفتح المناطق صراحة مناطق التصبغات حوالي العيون الويهة بشكل كامل بشكل البقع وما شابه الكريم لتستخدمي الفعالية أكثر دائما نصحوا حتى اللي بيعوه والباكستانيين ينصحوا انك دائما دخلت الكريم الباكستاني كورنت بيوتي كريم مع درموفيت كريم دائما تشتري من معاهم ويعطيك الدرموفيت إذا بغيت التفتيح حلو وتبيض طبعا باكستاني الحريم الباكستاني فإذا بغيت التفتيح تستعملي مع الدرموفيت وهذا الدرموفيت والكريم دائما يكون مع بعض وبعدا تستخدميه بالليل فقط في الليل لك تستخدمي لك تستخدمي كريمات تفتيح في النهار دائما أقولك إخواتي تستخدمين مع الكريمات التفتيح لازم يكون هناك صابون تفتيح مثل في الأسواق موجود أنواع من صابون البابايا للتفتيح صابون البابايا معروف بتفتيحة معروف بمميستا الحلوة للتبييض وتفتيح البشرة يحتوان على فيتامين A وفيتامين C وفيتامين E هل الكريمات موجودة متوفرة في كل الدول وإن شاء الله يكون متوفرة معكم ومع البابايا وتستعملي الكريمات تستخدمي الصابون يوميا تستخدميه مرتين في اليوم الصباح وفي الليل الصباح اذا تستخدميه يوميا اذا تستخدمي الصباح وتستخدمي كريمك ولا تنسى واقع الشمس مهم وضروري جدا لأي بشرة كوكي سان ممتازة جدا هذه الصابونة ممتازة جدا ممتازة جدا هذه الصابونة اللي معاه يستخدمها واللي ما معاه يشتريها ويقربها عن تقربة الصراحة جدا ممتازة وفي بعد هنا صابونة كوكي أسد لاحظني الصوابين تايلندية وصوابين فلبينية ممتازات جدا الصوابين تايلندية والصوابين الفلبينية لان هي الله أكثر على الحق لان هي أصلا بواطي شوية صوتي عشان الأذان لان هي الصوابين تعتمد على مثل ما تشوفنا هنا على الجليسرين وتعتمد على الكوجيك أسد وتعتمد على الاربوتين وعلى الايها ف ما رح أطول في هالفيديو بس حبيت وبغيت أخواتي اللي في الدول الثانية انهم متعرفوا على هالكريم الممتاز كريم مقرب مية بالمية يعطي نتائج جميلة ممتازة مية بالمية تستخدميه للويه وتستخدميه على فرقبة على رقبتك يعني إذا كان هناك سواد وكيه فتستخدميهم تخلطيهم مع بعض بإذن الله تشوفي نتيجة حلوة تستعملين مدة أسبوعين تتركين أسبوع تعطي بشرتك راحة شوية خلال هذه الفترة تسوي الكريمات العادية موجودة تسوي هناك قناعات أو ماسكات لترطيب الويه لتفتيح الويه وتردي مرة ثانية تسوي كريمك كريم التوحيد اللون تسوينا دائما وهذا هو الكريم وإذا قربتوه قلوا لي قلوا لي عن تقربتكم مرة ثانية هذا هو الكريم وهو كريم 100% أصلي مثل باكستاني أصلي هذا هو مع درموفيت دائما وهذا فيديوني لليوم عن الكريم الباكستاني الأصلي وأتمنى ما تنسوني من اللايك ومن الشير استفيدا من أخواتنا الثانية وأشوفكم إن شاء الله قريبا في فيديو ثاني ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر شكرا